السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتير مننا جماعة بالذات لما يكون لسه حد مبتدئ في تربية العصفير بيبقى محتار يقدم للعصفير فيتامينات ايه وبيعد يدخل على الفيديوهات ويبص يلا يقولك بدي فيتامين كذا وفيتامين كذا كم يوم ودي احماض امينية كذا ومنعمل كذا ونجيب الفيتامين كذا نقدمه للعصفير مش عارف كم يوم تبص تلاقي بيبقى محتار يجيب الفيتامينات دي منين وفيتامين ايه واسمه ايه وعلشان ايه ليه انت تحير نفسك في الكلام ده كله خبالك معايا انا بعمل ايه في تربية العصفير عندي تربية طبيعية جدا جدا ما فيهاش لا فيتامينات ولا كلام من ده ولا بشغ البال بالكلام ده خالص انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتهتم بالعصفير بتاعك في التغذية ان انت بتغذيها الغذى الطبيعي اللي بتغذيه لهم اللي هو البلكم والفلارس ويتنوع لهم في الاكل اما بالنسبة لفيتامينات انا بستخدمش اللي هو فيتامين واحد بس اسمه فيتاماونت ده بيبقى ممتاز جدا ليهم بديهم مرة واحدة في الاسبوع بحط خمس نقط في المسأة ده بيكون ممتاز جدا جدا للعصفير لما بتكون في الحالة العادية او كمان بعد فأس الزغليل طيب ايه كمان المقويات اللي بديها العصفير بديهم حاجات طبيعية من البيئة لا باعد اشتري فيتامينات بيطرية ولا بشرية ولا كلام من ده هو الفيتامين اللي قلتول حضراتكو عليه بس اللي هو اسمه فيتاماونت لا تقعد بقى تجيب احمد امينية ولا تقعد تجيب مش عارف ايه ولا انت قلتول ما انت بتغزي العصفور وبتنوع له في الاكل هو جسمه هيبقى فيه كل العراصر الغذائية ما تقعدش بقى تحقن العصفور بفيتامينات وحاجات وتبقى عاملة صيدلية في البيت الحاجات ده كلها ملهاش اي لازمة وهتتعب نفسك على الفاضي وهتكلف نفسك على الفاضي انت بتنوع لهم في الاكل اهم حاجة عندهم اللي هو الحبوب الاساسية البلكوم والفلارس وهتقدم لهم البيض المسلوق من مرتين لتلات مرات في الاسبوع مع الجرجير ومع الفجل ومع البرسيم اللي قلت لحضراتكو عليه قبل كده في كذا فيديو انك بتقدم الجرجير مرتين في الاسبوع الى تلات مرات ولو قدمت جرجير متقدمش برسيم يعني ما ينفعش انك انت تقدم تلات ايام جرجير وتلات ايام برسيم لأهم التلات ايام دول الجرجير او البرسيم تمام وكذلك برضو او الفجل الحاجات دي هي العناصر الغذائية اللي هتمدي العصافير بكل حاجة وكمان اهم حاجة الامح المنقوع كلام دوت لجميع انواع العصافير مش الكوكتيل بس يا جامعة متعط تشغل نفسك بانواع فيتامينات كتير واجيب فيتامين اي وفيتامين اي وكلام من ده كله طب هديك حاجة مهمة جدا بديها العصافيري بتكون غزاليهم ممتاز جدا بتمدي جسمهم بكل العناصر الغذائية وبتبقى ممتازة جدا للدقر وللنتاية وهو نبات المورينجا نبات المورينجا ده بجيبه من العطار يعني لو انت قلت له الديني بخمسة جنيه بيبقى عامل زي ملوخية الناشفة كده كل اللي انت بتعمله بتعمله زي الشاي الكشري بتجيب معلقة من المورينجا معلقة صغيرة تحطها في الكباية وتحط عليها كبايتين من المياه السخنة هتبص تلاقي المورينجا دي بقت فوق الوش هتسيبها لغاية ما تدوب وهترقط في الارض هتترصب خالص في القاع وهتبقى المياه لونها مغدر تقدمها للعصافير عندك من مرتين لتلات مرات في الاسبوع ممتازة جدا جدا يعني المياه بدل ما تكون مياه عادية لا خليها مياه بمورينجا وهنزل دلوقتي لحضراتك فايدة المورينجا بدوم عليها يا جماعة لانها اول حاجة مفيدة جدا للعصافير ورخيصة وسهلة الاستعمال ولو انت جربتها على العصافير عندك يعني مش هتبطلها خالص وبعدين ايه كمان مفيدة جدا كمان للانسان يعني انت ادخل كده على جوجل وكتب فوائد المورينجا هتلاقي ايه فوائد عديدة جدا جدا طبعا ايه اصلا يعني فوائدها كبيرة للانسان تخيل بقى كمان للعصافير لو انت جربتها مع عصافيرك يعني على طول هتستخدمها هتدي انتك كويس جدا جدا العصافير غير كده كمان هتبص تلاقي ان سحة العصافير هتبقى كويسة ان شاء الله مش هتضر بقى انك تستخدم تعدد في الفيتامينات اللي احنا بنقعد نسمعها كتير فيتامين كازا وفيتامين كازا لا هو انا كل اللي بستخدمه هو المورينجا وفيتاماونت اما بالنسبة بقى للمخصبات فهو برضو مخصب ممتاز جدا جدا وبستخدم معاه وقلت لحضراتكم عليها قبل كده في فيديو قبل كده اللي هو حجوب اللقاح بجيبها برضو رخيصة جدا وكويسة بجيبها من عند العطار بعشرة جنيه هيديك حبة كده كويسين لان هو غالي حبوب اللقاح دي غالي اوي وبتبقى ليها مفعول ممتاز مع الزكر والانسة بجيب 3 اربع حبيات بحطهم في المية بلاقيها على طول تبدأ ان هي تدوب ولو انت شميت المية دي اتلاقي المية دي لقيتها لقيت الحيوان المنوي تاعت الزكر الراجل يعني فحبوب اللقاح دي لها مفعول ممتاز مع كل من الزكر والانسة فانا طول عمر يا جماعة مع العصافير عندي ما بعضش بقى ان انا اشغل بالي بانواع الفيتامينات الكتلة الواحد بيقعد يسمع عنها ولك احمد امينية وفيتامين كذا وفيتامين كذا وده بطري وده بشري وده تحط منه مش عارف قدي ايه ولو ما حطتش الفيتامين ده مش عارف يحصل ايه العصافير وليش العصافير وجسم لا لا ما تشغلش بالك خالص بالكلام ده كله انت بتحط مواد طوعية من البيئة زي ما قلت لك هو المورينجا والفيتاماونت بالنسبة لو حبيت انك انت تجيب فيتامينات من الصيدلية جيب اسمه فيتاماونت ده ممتاز جدا ومجربه زي الفل مع العصافير عندي مكمل غزائي ممتاز للعصافير فطول ما انت مهتم بنظافة العصافير بالنظافة للعصافير بالنسبة للأفص بالنسبة للأرضية الأفص بالنسبة للمية بالنسبة للأكل بتنوع فيه ودايما ان انت بتقعد تنوعون في الأكل هتبصت لايك انت مش هتحتاج لأي حاجة خالص من نقعد تسمع عنها كتير وتشغل بالك بحاجات انت لسه جديد في التربية ومش عارف تعمل ايه وانت هيدوبك لسه بس عارف ان الحبوب دي اسمها بلكموفالارس وبتتجاب من اين طيب خلي بالك بقى كمان بالنسبة للبركاموفالارس اللي انا عايز اقولك عليه لما تيجي تجيبه يفضل انك انت ما تجيبش من عند حد بيخزن الحاجة ديت متخزنة عنده كتير يعني لقت تشتريها من حد يكون دايما بيبيع الحاجة دي ليكون عنده دايما الجديد ما يكونش قديم عشان خاطر لما بيكون قديم تمام هنا بيحصل ان هو بيبقى بنقول عليه مكمكم يعني فيه بكتيريا كتير ولكن لما بيكون طازة وجديد طب بتجيبه من اين بقى طبعا بتجيب من السوق سوق العصافير طبعا على طول بيبيعوا في اكل العصافير فبتبصي ما عندهمش حاجة متخزنة لكن لو انت جبت من عنده عطار مثلا بلوكوموفالارس وهو متخزنه عنده مدة كبيرة جدا ده هنا ممكن يكون هو مكمكم فيه كمية كبيرة من البكتيريا كمان انا بستخدمش معهم اللب اللي قليل قوي يعني اللب على فكرة فيه ناس بتقولك انا ما بأكلش عصافيري الا اللب لا بالعكس اللب لوحده للعصافير هيبقى مضر ليهم مش مفيد فانت لو استخدمت اللب السوري بالنسبة للكوكتيل وبالنسبة للروز بيكون بنسب قليلة جدا وما ينفعش ان انا احط اللب على بلوكوموفالارس ده حاجة وده حاجة لا اللب يكون لوحده ما ينفعش احط اللب على بلوكوموفالارس لا البلوكوموفالارس دول اه ممكن يبقى على بعضهم ما ينفعش برضه احط الفلارس لوحده والبلوكوم لوحده لا بخلطهم ببعض وهم بيعود يأكلهم لما ما ينفعش احط اللب على بلوكوموفالارس كمان عايز اقولك ما تجيبش الدنيبة الدنيبة دي ما تجيبهاش خالص يعني هم بيكون ثلاث حبوب بالعصافير معروفين اللي هو ايه بلوكوموفالارس والدنيبة الدنيبة بتاعت الرز يعني لا الدنيبة دي ما تجيبهاش خالص ليه بقى كلها رملة وطراب وما فيهاش اي فايدة للعصفير وبالذات للكوكتيل واخيرا بشكر حضراتكم جدا بتمنى من حضراتكم اللي مشرقش في القناة شرفنا في القناة واللايك الجميل من حضراتكم اللي بسعيدني جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته